يدي أنت بتتعالى على أعظم اللغات وبعدين هنا كمان في حاجة مخيفة على المستوى بقى اللغات في العالم أنا كنت أستاذ زائر في الولايات المتحدة لكني لا أتحدث كلمة بالإنجليزية في بيتي لماذا؟ لأنه حتى قالوا اللغة التانية لازم تقف على أرضية اللغة الأولى اللي هي اللغة الأم طب اللغة الأولى اللي أنت بتتكلمها في البيت والغيط والمدرسة في كل حتة المجتمع هي اللي تيجي بقى فوقها عايز تتكلم لغات أخرى عشان أنت مسقف ده شيء جليل هتيجي اللغات الأخرى تقف على أرضية اللغة الأم فحصل إيه بقى؟ أن الأطفال اللي راحوا مدارس اللغات ومفتقدين للغة الأم بيدر الحديث في أزمة حقيقية في التواصل الاجتماعي ما بين الأطفال وصغار الشباب والأسرة والمجتمع لأنه هنا تسقط الوسيلة الأهم في التواصل وهي اللغة مش كده؟ فنسأل بعض كتير بدأنا نسأل بعض تقصوا ديه مش كده؟ وهنا تقصوا ديه دي معناها بداية وأخطر أنواع الخطر التفكيك والتشرزم بين الأفراد لأن وسيلة الاتصال لم نعد متفقين على معانيها احنا متفقين على الصح والغلط احنا متفقين على الحرام والحلال احنا مش متفقين فكيف يمكن أن نحدث هذا الضمير الجمعي الذي يتعرض بفعل فعل مصابق الإصرار والتراصل لأليات التفكيك ما هم قالوا ما لهمش حل فككلهم مين؟ فككلهم الضمير الجمعي الذي قادهم وعبر تاريخ طويل فتعرضوا لكل المقاسي وبقي الضمير الجمعي يقضنا إلى الأمام ويحركنا للتماسك والتناغم والانسجام فحصلت حاجة بقى بيسموها في العلوم الاجتماعية تجفيف سائل التجانس الاجتماعي عارف الشربة بنعمل شربة السائل ده بيدوب كل مكوناته فنقدر ناخد شربة والحاجات اللي جواها طب أما نجفف سائل التجانس الاجتماعي نبقى فرادة جزر منعزلة فهي أسهل اختراقنا فهي فكرة تكفيف سائل التجانس الاجتماعي بينما ونروح بقى نضيف عشان ناخد الدرس في مجتمعات أخرى متكونة من شراز من شعوب زي الولايات المتحدة ما هي اسمها مجتمع المزايك مزايك اللي هي الزجاج المزايكة اللي واخد ألوان مختلفة طيب مجمع بقى ثقافات وديانات وشوق من كل حتة ولكن يقولك نحن نزوب في الحلم الأمريكي يعني يخلوا لهم معطى واحد يتربى الجميع عليه حتى لو اختلفوا في أي أشياء أخرى ثقافية فهنا الزوابان في كيان جمعي واحد مفتعل في مجتمعات مصطنعة أنت مجتمع أصيل يعني كلمة أصيل ومصطنعة دي طب إسرائيل مجتمع مصطنع مش كده طبعا ولذلك هي تقف على الهوى يا ربي تبقى عندها أي قوة لكنها تقف في إيه ليس هناك جزور فأنت الأغنى وإنت اللي لك أصول وليك جزور